السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم مسئمان من سلسلة انجليش from zero to hero انجليزي اسهل النهاردة ان شاء الله هنكمل منهج الصف الرابع الابتدائي هناخد unit 2 listen 1 هناخد اهم المفردات الجديدة والدرس نفسه وكمان هناخد شرح لجرامر المقارنة وكمان هناخد question tag او صيغة اليسة كذلك وفي اخر الفيديو هنتعلم ازاي نكتب باراجراف عن الدرس ويريد تقول ورايا وتردد ورايا علشان نحفظ الكلمات دي وبعد ما نرددها كتير المفروض ان احنا كمان هنحفظها تحريري لو اول مرة تشوف القناة يريد تشترك وتفعل الجرس علشان يوصلك بقية الدروس وحتلاقي في صندوق الوصف روابط لجروبات التليجرام علشان المتابعة وحل التمارين يلا بنا نبدأ let's go اول كلمة هناخدها هنتعلم اسم احد الطيور وهو ايغل النصر ايغل 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 يعني نصر طبعا النصر زي وزي بقية الطيور بيبقى عنده ريش وبيبقى عنده منقار ريشة يعني feather 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 وريش يعني feathers 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 منقار منقار بيك 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 ايغل feather بيك ايغل نصر feather ريش او ريشة جمعة feathers بيك منقار عندنا هنا طائر تاني وهو طائر البجعة pelican 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 يعني البجعة pelican 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 والبجعة طبعا عندها جناح wing 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 جناح يعني wing والبجعة طائر cute 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 يعني جميل او جذاب او لطيف cute 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 يبقى pelican طائر البجعة عنده wing جناح وهو طائر cute جميل pelican wing cute pelican wing وممكن تتقال win من غير g spider يعني العنكبوت spider spider واسم spider بيفكرنا بإيه بيفكرنا ب spider man spider man الرجل العنكبوت اللي هو في الفيلم مين شايفه spider man على شين spider يعني عنكبوت ومن يعني رجل spider spider و spider اللي هو العنكبوت عبارة عن إيه عن insect 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 يعني حشرة insect 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 يبقى spider العنكبوت عبارة عن insect حشرة the spider is an insect العنكبوت يكون حشرة حشرة بس حشرة helpful 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 يعني متعاونة أو مفيدة يعني هي معنى متعاونة ليه لأن العنكبوت بياكل insects بياكل الحشرات الطائرة فهو helpful متعاون helpful sneak sneak يعني ثعبان التعبان اسمه sneak 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 ثعبان sneak 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 the sneak is dangerous dangerous يعني خطير dangerous dangerous the snake is dangerous dangerous خطير crocodile 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 يعني التمسيح وده حيوان بيعيش في الأنهور crocodile 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 تمسيح crocodile هو مش crow يعني هنا لقوب تتنطق a crocodile 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 وزي ما انتو شايفين كده crocodile بيبقى شكل شوية كده scary scary يعني مخيف scary 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 a crocodile is scary a crocodile is scary scary phoenix fox phoenix fox phoenix fox يعني طبعا phoenix fox يعني ثعلب phoenix fox نوع من الثعلب بيعيش في الصحراء المصرية اسمه ثعلب الفنك phoenix fox phoenix fox phoenix fox phoenix fox phoenix fox وطبعا الثعلب بيبقى عندها phoenix fox وبيبقى من اغلى الفرو في العالم بيتعامل بيه منتجات وبلاطي وحاجات زي كده phoenix fox يعني phoenix fox 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 بعد كده عندنا camel 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 يعني جمل camel 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 يعني جمل والجمل طبعا بيعيش في الصحراء camel طبعا والجمل بيتميز بانه هيوج هيوج يعني ضخم هيوج كبير جدا هيوج هيوج يعني very big يعني اكتر من big كبير قوي هيوج وهنا الجي بقولها ج هيوج لانها واقعة بين متحركين اللي هو اليو هيوج هيوج a camel is هيوج a camel is هيوج الجمل ضخم وزي ما قلنا الجمل بيعيش فين في الصحراء desert 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 a camel lives in the desert يعني الجمل يعيش في الصحراء بعد كده عندنا lizard lizard يعني السحلية lizard 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 فاضل عندنا كلمتين اول واحدة فيهم control 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 يعني يتحكم وجاي منها remote control اللي هو جهاز التحكم عن بعد بتاع التلفزيون بتاع التلفزيون control الكلمة التانية important 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 يعني مهم هام important important هام important 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 control important control important look at all these animals that live in our country look at the crocodile it's huge huge and scary I think the spider is scarier yeah but the spiders are very helpful they eat insects farmers like spiders okay what about the snake and the crocodile they are dangerous aren't they yes that's true but they do a very important job they eat insects birds and lizards this controls the number of these small animals eagles do the same job the pelican eat small fish you are right we sometimes think some animals are scary or ugly but they are all important I take all the that come to in the world either grammar or 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 حنبقى نسمعها تاني حنلاقيها سهلة قوي فاللي سمعها دلوقتي ولقى نفسه مش فاهمها قوي يركز كويس وحيفهمها كويس ان شاء الله حنتكلم دلوقتي عن حاجة اسمها كامبراتيف كامبراتيف يعني المقارنة يعني ايه المقارنة المقارنة يعني لما يجي اقارن بين اتنين او اكتر من حيث صفتهم اقول مثلا ان ده اطول من ده او ده اقصر من ده او ده اطخن من ده وهكذا فاذا الكلمة الاساسية اللي انا بستخدمها في المقارنة دي هي adjective اللي هي الصفة الصفة هي اللي بتدخل في المقارنة ازاي لو بصينا في الجملة الاولى مكتوب فيها سامي استول سامي استول يعني سامي طويل طول هنا صفة مجردة يعني ما قرنتش بين سامي وبين حد لا انا قلت بس ان هو طويل يبقى دي مجرد صفة وصفت بيها سامي طول يعني طويل لكن لو بصيت للجملة اللي بعدها هلاقي مكتوب فيها علي is taller طولر يعني اطول يبقى طولر دي اذا مقارنة لاننا دلوقتي بقارن بين علي وبين سامي وقلت ان علي هو الاطول يبقى طول يعني طويل لكن طولر اطول طولر مقارنة طيب يبقى انا اللي زودته دلوقتي على طول اللي هي طويل عشان تبقى اطول زود يعني طول طويل طولر اطول طول طويل طولر اطول والمثال ده عندنا يعني القطار سريع طبعا هنا فاست سريع صفة adjective بوصف بيها القطر انه هو سريع لكن ما قارنتش بين وبين حاجة تانية هنبص على الجملة التانية هنلاقي مكتوب a plane is faster يعني plane يعني طيارة وفاستر يعني أسرع يبقى fast سريع فاستر أسرع يبقى هنا عايز اقول ان الطيارة أسرع من القطار fast سريع faster أسرع يبقى انا هنا زودت للصفة er علشان استخدمها في المقارنة بين القطر والطائر نيجي بقى للمثال بتاعنا اللي مكتوب في الدرس a spider is scary a spider is scary يعني العنكبوت مخيف scary يعني مخيف الجملة التانية a snake is scary a snake is scary يعني التعبان مخيف أكتر يبقى scary مجرد صفة مخيف لكن scary مقارنة معناها مخيف أكتر طيب احنا في المراتين اللي فاتت زودنا er على الصفة عشان استخدمها في المقارنة هنا بقى زودت ايه برضو زودت er زي المرتين اللي فاتوا بالزبط بس في حاجة لازم اخد بالي منها ان scary أخيرها y طيب قبل er في scary اني لقيت فيه هنا i طيب ايه اللي حصل بقى اللي حصل اني عشان ال y قبلها حرف ساكن اللي هو r لما اجي اضف لها اي اضافة وهنا عايزة اضيف er لازم احذفها وحط i بدلها وبعدين احط الاضافة اللي انا عايزها اللي هي هنا er فهنا حولت ال y ل i علشان هي قبلها حرف ساكن وبعدين اضفت er عادي زي المثالين اللي فاتوا افرد بقى ان في نفس الجملة انا عايزة اقول ان علي اطول من سامي حقولها ازاي علي is taller علي اطول طب مين يعني ايه مين يعني than يبقى علي is taller than سامي علي is taller than سامي علي اطول من سامي الجملة اللي بعدها عايزة اقول الطيارة اسرع من القطار a plane is faster than a train a plane is faster than a train يبقى برضو هنا faster اسرع من than اخر جملة اخر جملة a snake is scarier than a spider a snake is scarier than a spider يعني اطل ثوبان مخيف اكثر من العنكبوت يبقى ما باستخدم الصفة في المقارنة بزود لها er than er than er than er than ولو بتنتهي الصفة بواي قبلها ساكن حرف ساكن والحروف الساكنة طبعا جميع للحروف الانجليزية الانجليزية باستثناء a e i o u هما الخمسة دول الحروف الفولز الحروف المتحركة لو جي واحدة غيرهم قبل ال y بحذف ال y او بحولها الى i واضيف ال er طيب انا لو عندي نفس الولدين اللي كانوا في اول مثال بس انا هنا عايزة اقول ان سامي اقصر من علي سامي is space يعني فراغ نقط علي عايزة احط بقى في النقط اقصر احنا عارفين قصير يعني short عايزة بقى انا احط اقصر يا ترى حتكون ايه اكتبولي في التعليقات الجملة دي هنكتبها ازاي و short هكتبها هنا ازاي دلوقتي هنتكلم عن حاجة اسمها question tag او السؤال المزيل او صيغة اليس كذلك ايه كل الاسمي دي ما علينا من الاسمي المهم ان هي نفسها حاجة سهلة جدا عندنا الجملة اللي قدامنا دي مكتوب فيها they are dangerous طبعا كانت تقصد هنا الحيوانات they are dangerous aren't they الجملة دي معناها هم خطرون أليس كذلك يبقى aren't they معناها أليس كذلك طب احنا استخدمناها ليه استخدمناها للتأكيد على الجملة الاولى يعني بنأكد انه هم فعلا خطرين طيب اتكونت من ايه aren't they من خنتين فعل مساعد وفاعل وهو ده النظام سواء في القاعدة اللي قدامنا او في الحالاتها الاخرى اللي احنا مش هندرسها دلوقتي كلهم زي بعض فعل مساعد وفاعل انا عندي هنا الفعل المساعد or بجيبه منين ببساطة بجيبه من قدام دي من اول الجملة بس لاحظ ان هو موجود قدام or مثبت يعني مش منفي انا جبته ورا نفيته حطيت له not او هنا شلت ال o وحطيت مكانها apostrophe يبقى aren't يبقى or انا نفيتها وخلتها aren't وبعدها ذي الفاعل جبته منين برضو جبته من قدام يعني بمنتهى البساطة they are انا عكستها they are عكستها ونفيت or يعني هنا ذي الاولى or التانية انا هخلي or الاولى ذي التانية بس هنفي or وعملها aren't طب هي لو قدام اصلا aren't انا هعمل ايه هعملها or يعني انا لما لقيها منفية اثبتها ولما لقيها مسبتة بنفيها بعمل العكس لكن الفاعل بستخدمه زي ما هو وطبعا بحط في اخر الجملة علمت استفهام علشان انا بقول ليس كذلك يعني بالعمية مش كده هم خاطرين مش كده ليس كذلك قبلها قبل سيرة ليس كذلك كما علشان كده الاي بتاعت aren't بتبقى small مش capital لانها مش قولة جملة هي تكملة للجملة بالنسبة للجملة اللي بعد كده it's scary isn't it it's scary يعني انه مخيف ايه تقصد بيها برضو حاجة غير عاقل يعني الحيوان فهنا بقول it's scary فلما حط مش كده او ليس كذلك او question tag فانا هعمل ايه هعمل زي ما عملت فوق بالزبط هعكس اول اتنين هيخد الفعل المساعد اللي هو هنا is بسا فيه تبقى isn't وبعدين اخد الفعل بعدين هيبقى isn't it تبقى اول اتنين بينعكسوا او بيتغير مكانهم وباخدهم في الاخر وحط قبلهم كما وفققوا بعدهم question mark علامة استفهام طيب لو الفعل بتاعت جملة اسم مش ضمير يعني هنا the snake is scary هعمل ايه هعمل زي ما عملت فوق بالزبط ان انا برضو هعكس اول اتنين بس الفرق ان the snake هجيب ضمير عائد عليه اللي هو ات لان snake غير عاقل يعني غير انسان اذا لما اقول عليه اقول ات هو او هي لغير العاقل فانا نفس الشي سواء كان اسم او ضمير بجيب ضمير في خانة الفاعل يبقى هنا هيبقى برضو isn't it لان the snake هعتبره it لان وراء لازم يجي ضمير مش اسم اخر مثال معانا they aren't dangerous aren't فهنا aren't منفية فانا همارجحها وراح اعملها ايه زي ما قلت الاول هعملها مثبتة aren't هتبقى or يعني في نفي اشيله وما فيش نفي اجيبه فالجملة هتبقى they aren't dangerous or they اليس كذلك مش كده وجد الرد من الام بالموافقة فانا ممكن ارد هنا اقول yes they are زي الجزء الاول جت الموافقة على ان هم فعلا خاطرين دلوقتي بقى زيادة في التأكيد هنشرح الحوار اللي دور بين الام واولادها تاني وهناخد بالنا من الحاجات المهمة فيه علشان التكرار يعلم الشطار وكمان يعني كثرة التدريب تجلب الاتقان وبعد ما هنشرحها هيبقى فاضل بس نشوف المحادسة تاني هنلاقي نفسنا فاهمينها جدا وكده يبقى خدنا كل شيء خاص بالدرس يلا بينا هنا الام بتقول لأولادها look at look at look at all these animals انظروا على جميع هذه الحيوانات look at يعني انظروا الى انظر الى these طبعا يعني هؤلاء جمع للجمع والمفرد بتاعها this animals حيوانات that live that live in our country that معناها الذين يعيشون في our country يعني بلدنا country بلد او دولة our بتاعتنا يبقى our country بلدنا بنتها قالت لها look at the crocodile انظروا الى التمساح it's huge انه ضخم ايد هنا عائدة عالتمساح واخد is وفيه في الاخر علامة تعجب دليل ان البنت متعجبة جدا من كتر ما التمساح ضخم huge it's huge رد اخوها قال huge and scary ضخم ومخيف ضخم وبرضه فيه علامة تعجب علشان هو متعجب من كتر ما هو ضخم وهو مخيف كمان اخته ردت قالت له i think the spider is a scarier اعتقد ان العنكبوت مخيف اكثر طبعا scarier مقارنة من scary وانا شرحتها في الفقرة اللي فاتت think اعتقد ان العنكبوت مخيف اكثر الامة قالت yeah طبعا هي كده يعني زي yes يعني موافقة but spiders are very helpful but انا شرحتها في الوحدة السابقة ان but بتربط جملتين بتربط بين جملتين متناقضتين يعني ايه متناقضتين يعني مش مشيين مع بعض يعني يعني البنت قالت ان العناكب مخيفة فالامة عايزة تقول صفة تانية ان هما very helpful متعاونين او مفيدين ففي تناقض بان الشيء يكون مخيف ودي صفة مش كويسة وبين ان هو يبقى متعاون او مفيد ودي صفة كويسة يبقى الاتنين عكس بعض عشان كده ربطنا ببط they eat insects هم يأكلوا الحشرات farmers like spiders الفلاحين بيحبوا العناكب عشان بيخلصوهم الحشرات الضر اوكي what about the snake what about دي بستخدمها يعني ماذا عن او ما رأيك فيه بستخدمها لما جي اسأل حد عن رأيه اقول what about كذا وبحط في الاخر علامة استفهام لان انا بسأله عن رأيه what about the snake ماذا عن الثعبان and the crocodile والتمساح they are dangerous هم خطرون aren't they أليس كذلك وأرنت ذي او اسلوب أليس كذلك انا شرحته برضو في الفقرة اللي فاتت الامة قالت yes ايوة that's true هذا حقيقي true حقيقي but برضو but جت تاني عشان تربط جملتين متنقدتين وتحولهم لجملة they do a very important job هما بيقدوا مهمة job يعني مهمة أو وظيفة أو عمل يعني important تنتهيم they eat insects بيأكلوا الحشرات birds الطيور and lizard والسحالي طبعا هنلاحظ ان insects و birds بينهم كما من تحت لان في اللغة الانجليزية ما يكون عندي أسماء متعددة ما نفعش أقول and 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 لأ بحط كما بين الأسماء وآخر واحدة بس اللي هي هنا lizard بحط قبلها and هم بيتحكموا في العدد بتاع الحيوانات الصغيرة دي طبعا هنا برضو صفة للحيوانات يبقى الصفة بتسبق الموصوف زي ما قلنا قبل كده الإبن قال eagles do the same job يعني النصور بيعملوا نفس العمل المهم ده أو المهم النفس المهم دي same يعني نفس يعني نفس الشيء نفس المهم ردت أخته قالت the pelican eat small fish in الطائر البجع بيأكل الأسماء الصغيرة الأسماء الصغيرة وبرضو هنا small صفة للfish والصفة تسبق الموصوف في ترتيب الجملة الإنجليزية ناخد بالنا من الحاجات دي هنا small fish يعني السمك الصغير الأمة قالت you are right أنت على صواب you أخدت or عشان هنا أنتم جمع we sometimes think إحنا أحيانا نعتقد some animals بعض الحيوانات are scary or ugly قبيحة أو مخيفة scary مخيفة أو ugly أو قبيحة يعني شكلها مش كويس but they are all important ولكن هم جميعا مهمين رجعنا تاني part اللي هي بتربط التناقض يبقى هما هنا scary مخيفين وأجلي قبيحين متناقضة مع important مهمين يبقى هما بالرغم إن إحنا بنعتقد إنه هما scary وأجلي هما important مهمين لحفظ التوازن في الحياة دلوقتي يلا بينا نسمع المحادسة تاني وحنلاقي نفسنا إن إحنا فهمينها كويس جدا وممكن نرددها مع بعض وممكن نسمعها كذا مرة عشان نجيد القراءة وبعدها حنكتب باراجراف عن الدرس انظر لكل هذه عشان ملك من الملات حيث في المناة نظر للمنزل انظر للمنزل المنزل إنه مغلق مغلق ومغلق أعتقد مجرد مغلق مغلق نعم لكن المرق مغلق مهمون يهتم منزل مغلق عشان يحب المنزل حسناً، ما عنه السنك والكراكديل؟ إنهم مهارة، أليسهم؟ نعم، هذا صحيح، لكنهم يعمل مهمة جداً يأتون بيزن، بيزن، ويزن، هذا يحاول الناس من هذه الأطفال اكتب قطعة إنشائية من ثلاث جمل على الصور الموجودة قدامنا دي طبعاً عندنا هنا في الصورة في سنيك ثعبان وفي كراكاديل اللي هو التمساح فأنا حكتب ثلاث جمل عليهم باستخدام الكلمات الموضحة عندي أول جملة حكتبها سواء في البراجراف ده أو أي براجراف تاني هي جملة تصلح لأي براجراف بكتبه هي إن أنا أقول وأذكر الأشياء اللي عندي في الصورة أو لو مفرد هقول يعني لو عندي مثلاً سنيك بس هقول لو عندي زي هنا سنيك وكراكاديل هقول ودي جملة تصلح لأي براجراف بعد كده حبتدي أكون الجمل الباقية ممكن اتنين أو ممكن أقدر أعمل ثلاثة كمان بالطريقة اللي قلنا عليها قبل كده في الفيديو بتاع تكوين الجملة إن أنا ححط فاعل فاعل مفعول فأنا مين الفاعل عندي هنا؟ الفاعل عندي هنا أسنيك وفي الجملة دي ممكن أقول عليهم ذي لإن أنا ذكرتهم فعلاً في الجملة اللي قبلها ذي يعني هم أحط بعد كده الفعل اللي هو يكونوا وبعد كده أحط باقي الجملة يكونوا إيه؟ يبقى الجملة التانية السهلة خالص وممكن أكمل كمان الجملة أقول برضو ولكن وبعدين حطيت الصفة وممكن جملة إن أنا أحطها في جملة لوحديها لو أنا مش عارف أجيب جمل بعد كده هقول هم بيأي بقى مفيدين في إيه؟ أو بيعملوا إيه؟ ذي الفاعل إيت الفاعل ذي إيت إنسكتس أند ليزرد هم بيأكلوا إنسكت وليزرد يبقى ذي إيت فاعل وفاعل إنسكت أند ليزرد ليزردز مفعول به آخر جملة هقولها ذيس كينترولز يعني هذا يتحكم في رقم أو عدد هؤلاء الحيوانات الصغيرة أنا كده كتبت الجمل بتاعتي كلها واستخدمت فيها الكلمات اللي هو عطيهاني في راس السؤال وبكده نبقى خدنا كل شيء خاص بالدرس ده لو كانت الفيديو مفيد ياريت تعمله لايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصل لك بقية الدروس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مسئمين